موسيقى بعد ما حاولت الفنانة إليسا وجع إصابتها بمرض السرطان لشعلة أمل ورسالة فن حقيقية تم تكريمة من قبل وزير الإعلام اللبناني ملحم رياشي بوزارة الإعلام بحضور وزير السياحة أوديسكي دانيان ووزير الدولي لشؤون المرأة جون غاسابيان فتتح المؤتمر بكلمة رياشي يلي أشيد بدور البطولة يلي قامت في إليسا وأصبحت مثال لكل مرة قوية بدورة إليسا يلي رفقتها دمعة الحب والفرح خلال المؤتمر شكرت رياشي والحضور واعتبرت إنه هيدا التكريم هو لكل مرة بتعاني من مرض السرطان وبختم المؤتمر تسلمت إليسا الدرع التكريمة وبمقابلة خاصة أجيناها معه ردت على كل الانتئادات يلي توجهت له بعد الحملية يلي قامت فيها وكشفت لكاميرا موقع الفن عن عماله الجديد فناني إليسا أهلا وسهلا فيك عبر موقع الفن اليوم نحن بوزارة الإعلام كرمال تكريمك من قبل الوزير ملح مرياشي شو بتعني لك الجائزة؟ أنه تقدير لمسيرة لرسالة قدمتها كتير مبسطت كتير يعني أكتير ما بتتصور حسب معرفنا أنه أنت ما كنت متوقعة أنه يصير الشي اللي صار بعد الفيديو كليب يلي أطلقتي لا أكيد ما كنت بتوقع يعني أول شي ما كنت بتوقع تكون هالأدن بوزيتف وش كانت كتير بوزيتف ما كنت بتوقع الرياكشن اللي عملت وورد وايد تغط يعني تغطى الخبر يعني كان فيرل بكل وسائل الإعلام العالمية يعني أكيد أنا سعيدة أنه قدرت أكسر تابو من خلال تجربتي لأقلهم للعالم أنه مش كل شيء اسمه كانسر بموت بعض الأشخاص انتقدوا وقالوا أنه أنت عملت كل هيد البروباغاندا كرمالة روجي لأعمالك المقبلة وانت رديتي بكلمة الله ليجربكن شو بتقولي لهم اليوم أنا نزل الألبومي قبل الكلب وحقق رقم إياسي مش بحاجة يسوي ولا وسيلة لأنه ناجحة ناجحة الحمد لله مخريجي أنجي جمال خبرتنا أنه أنت حط عينك على أغنية كرهني بدك تصوريها مع قريبا كرهني أكيد هي اللي رح تتصور وعلى أرجح مع إنجي الجمال شو بتقولي لك كل أمار يدد كانسر؟ بقلها تحلي بالأمل بطلب من كل سيدة ومن كل بنت مش بس بعمر معين حتى بأعمار صغيرة تعمل كشف مبكر لأنه الكنسر ما بق يعني سرطان السادي ما بق له عمر معين كان يقوله بعد الأربعين هلأ بـ 28 و بالـ 30 و بالـ 35 تتحلى بالأمل وقد ما بيقدروا يكشفوا عبكير قد ما بيصحوا ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة